هياكم عاملين ايه؟ النهاردة هتكلم على تكايوس الموبايد عند السيت تمام؟ جالي ياملك كتير بسبب الموضوع ده وانا قررت ان ارجع اعمل فيديوهات طبية تاني فخلاني اتكلم في الموضوع ده كده على السريع ماشي؟ طبعا الناس اللي عندها تكايوس موبايد او يوم معارفين ده معناية؟ هو معناية اني فيه خلل في الهرمون عند السيت تمام؟ اه وبيبقى في الموبايد بتاعتها بيبقى عليها سست او كياس دهنية او ورم صغيرة او حاجة او ورم كبيرة او حاجة دي كده تمام؟ طبعا التب الحديث بيدي عن التب السيني وطب الاعشاء بيقولك اني ممكن نزبط الموضوع ده بس الموضوع ده ملهوش علاج اوكي؟ فانت لو رحت للتب العادي لدكتور عادي تمام؟ او متخصص او تكايس المبايد هو يعمل ايه؟ هو بيحاول يزبط مع السيت كزا حاجة مش كل الستات اللي عندهم تكايس المبايد دول بيبقى عندهم نفس المشاكل ماشي؟ في مشاكل في الهرمونات بس في مشاكل لها علاقة مسلا فيه الدكتور مسلا ممكن يحاول يشوف ايه؟ اول حاجة ممكن يدي آآ بيرث كنترول اللي هي ادوية منع الحمل اللي ايه؟ عشان بتزبط البيريد عند السيت الدور الشرقية بتزبط هلا تمام؟ وفيه دكاترة بيستعملوا ادوية سكر مسلا زي ميت فورمين ده ده لو شايف ان الستة مسلا سكرها زايد وده ما اثر عليها فيه بيدوا ادوية آآ علشان التخصيب علشان تدي تخصيب للآآ للمبايد آآ بيدوا لهم هرمونات معينة تزود التخصيب وبتنجح ما بتنجحش وفيه بيعملوا عمليات عشان يشيلوا شعيرات معينة وفيه بيدوا ادوية ضغط او ادوية كولسترول عشان ينزلوا الحاجات دي تمام؟ بيجي في الاخر يقول لك الموضوع ده ملقوش عليك. اوكي. لما نيجي الاتجاه للطب الصيني او لطب الاعشاب او طب الديتوكس عموما ماشي. انا مش بقول لك ان الموضوع ده بينجح بمية مية في المية مع الناس. بس النجاح فيه بنسبة ستين لسبعين في المية. يعني فيه ناس اللي بتجرب التب الصيني. الموضوع ده بيمشي معها بنسبة ستين سبعين في المية. موضوع تكايس المبايد ده هيتحل ولو فيه تأخر في الخلفة او ما فيش خلفة موضوع الخلف ده بيجي. تمام? طيب. عايزين نشتغل على كزا حاجة لحل الموضوع ده. يعني احنا بنجرب. يعني الناس اللي عندهم ام في بتاعت مسلا بتاعت التب الصيني او تب الاعشاب. اول احصائيات بتقول ستين سبعين في المية بس من الناس. هم اللي بيخفوا منه بيقدروا اللي هما مسلا آآ يحملوا. آآ او بيقدروا اللي هما يتخلصوا منه. وفيه من عشرين تلاتين في المية او من تلاتين لاربعين في المية ما بيخضوش. وده بيبقى لها اسباب تانية. ممكن تخف وممكن ما تخفش. بسبب ايه بقى? اولا احنا عندنا كزا كزا عامل. سيء مسلا واحد واحدة بيحاول لهم ما يخلفوا. اوكي? وجيه آآ عملوا فحوصات وكل حاجة وكلام ده كله سيء مسلا الراجل ما عندوش اي مشاكل. وستتالها عندها تكاييسه المبايد ده وحاولت في حاجات كتيرة ومفيش. طيب. طب السيني او طب الاعشاب بيقول لك تخفي من الموضوع ده ازاي? ماشي? اول حاجة لما قلت لكم المشاكل اللي في الاول. هي مشاكل لغبطة هرمونات. هي مشاكل ممكن تكون زيادة في السكر. ممكن تكون آآ زيادة يعني هي الاساسها الهرمونات. ببقى فيه زي كيس او بيبقى فيه زي ورم صغيرة على المبايد او ورم كبير. اوكي? بيبقى فيه ناس عندهم كلوسترول عالي. آآ ناس عندهم السكر عالي. طيب. ممكن جرب نعمل ونزبط. يعني ممكن جرب نعمل ديتوكس. ولو فيه ضغط عالي هنزله بالديتوكس. لو فيه كلوسترول زيادة هنزله بالديتوكس. لو فيه سكر هنزله بالديتوكس. تمام? آآ وبالنسبة لهرمونات لها عشاب معينة. تمام? آآ منتجات الاعشاب للموضوع ده بتبقى مكونة من كزا عجبة مع بعض. تمام? فيه حاجة اسمها آآ آآ وومن بالانس. وفيه حاجات تانية بتبقى لها تركيبات زي مسلا الحاجات اللي هي الحاجات دي بتزابط الهرمون. فيه حاجات حاجات مسلا زي الحاجات دي كلها ممكن دي مسلا بيعمل العمل اللي بيعمله آآ بس طبعا بيعمله بطريقة طبيعية وطريقة احسن اللي هو 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 مش بيمنع الحمل ولكن بيزبط البيريود عند الدورة الشهرية. اوكي? لو الراجل عنده مشاكل بيحتاج ان هو ياخد مسلا او بيحتاج اللي هو ياخد بيحتاج اللي هو ياخد مكة مسلا الحاجات دي بتزود الخصوبة عنده. وعند آآ فيه منتج اسمه هو ده من دمن المنتجات اللي هي بتزود الخصوبة عند السد. طيب. سي مسلا اتنين عندهم مشكلة راجل وامراته. وهما هما اتنين عايزين يتعالجوا او الست الوحدة او الراجل الوحد. اوكي? الراجل ممكن يجيب المجموعة الخاصة بيه والست ممكن يجيب المجموعة الخاصة بيها او ممكن اتنين يجيبوا مجموعة واحدة فيها الراجل والست مع بعض. اللي هي او العشاب المسؤولة عن الموضوع ده. طيب. انت جبت او جبته الحاجات دي ابتاخدوها. بس. آآ الست مسلا مش ماشي على نظام ديتوكس. هل دي او العشاب دي هتشتغل معها? تشتغل معها بنسبة عشرين لتلاتين في المية. ممكن. يعني ممكن هو جسمها بس محتاج ان هو يزبط هرمونز معينة. فاخدت مسلا ده زبط لها الدني. ممكن. في ست تانية مش هيجي معها حاجة زي كده. فيا الست لازم تبقى عارفة المشاكل اللي عندها علشان على اساسها يتعمل لها مجموعة الفيتامينز او تجيب مجموعة الفيتامينز او العشاب اللي هي مناسبة لها ده. هل انت واحدة محتاجة تجيبي تزبط لك الهرمون وتزبط لك السكر ولا تزبط لك الهرمونز. الهرمونز ده اساسي في كل الكيتس اللي اعطت له. او كل اللي بتتبيعت. هل انت عايزة تزبط الهرمونز ومعها مسلا الكلوسترول ولا معها السكر ولا معها الورم ذات نفسه او الكيس اللي هو عامل تكايز ومضايد. هل انت عايزة تخلص منه. لعشان تخلص منه. ممكن مسلا ناخد حاجة زي. ممكن مسلا ناخد حاجه زي الليمف. الليمفاتيك. اه درينيّج مثلا. اوكي. ممكن الحاجات هذه التاخ sack بالعشاب اللي فيها هتزبط. ولكن في ناس بنسبة من عشرين ت bienção في المية هتشتغلوا معاهم من غير نظام الايائي صحي بس علشان نزود فرصة اني المشكلة دي تروح او الهرمونز تتزبط او مشكلات روح او الهرمونز تتزبط او التكييز ده يتشالمن على المبايد عشان يحلل مشكلة لازم بيعفي نظام ديتوكس نظام ديتوكس اللي هو بتبعادي عن اللحوم والبروتينات الزيادة بتبعادي عن السكريات والكاربوهايدريتس والحاجات اللي هي الاكل المستحيل الاكل المصنع اكل السريع الفاست فود المشروبات الغذية اللي هي مدمرة دونيا بيبسي بقى كوكاكولا مش عارف ايه القهوة اسيدك عالية جدا اسيدك يعني حمدي تخلي الجسم حمدي فازاي شاي كلام ده كله الحاجات اللي هي فيها اسيدتي عالية نسبة حمودة عالية تمام في يفضل في نظام الاكل ايه يفضل في نظام الاكل ايه يفضل الصيام الصيام كويس علشان الصيام لما الجسم بيسوم بعد فترة معينة من الوقت الجسم بيبتدي ان هو بعد ما ما حرق شوية من الاكل اللي هو كله وبعد ما حرق شوية من الدهون بتدي الجسم يشتغل على الحاجات الغريبة عنه الجسم طول الوقت عايز يحرق عايز عايز يدي طاقة ويعمل انرجي اوكي فعلشان الجسم يحرق وانت مش ميدي له اكل تمام وهو خد من خد من الدهون المتسجلة في الجسم وبتدي يحرق فيها هو محتاج حاجة تاني بعد مسلا اول ستاشر تمنتاشر ساعة بتدي في عمليات الاوتوفاجي الاوتوفاجي اللي هو الالتهام الزيزي بتدي الجسم يشوف مسلا بقى في فيروسات في خلايا ميتة فيه مسلا سرطانات فيه تكايز في المبايت فيه فيه بتدي الجسم يأكل الحاجات دي عشان آآ يدي طاقة ان الجسم طول الوقت عايز يحرق اوكي فانت هتدي له اكل هيحرق في الاكل هتستنى عليه وتصوم تمام هيحرق في الاكل هيحرق شوية في الفاتس الدهون بقى كيف تدي يحرق في المشاكل اللي عندك اوكي تمام بس فهو ده النظام يعني هو ده النظام اللي الطب البديل او طب الاعشاب او الطب السيني بيمشي فيه مع موضوع اللي هو تكايز المبايت عند الستات تمام فالموضوع كله بيبقى منظم من جهة الحاجات دي ازيب لكم لينكات تحت آآ طبعا مفيش لينك مسلا اللي انت تخش تشتري الحاجات دي ريت او ايه لازم تطلبها من شركة ولازم تعرف الحالة ولازم ان انت او انت آآ لازم يتعمل مخصوص يعني الموضوع ده الفيتامينز دي مش اللي هي افيلابول اللي انت ممكن تجيبها وتقول لازم تتجمع من حد بيعمل اعشاب تمام وبتاخد لها مسلا من اسبوع لاسبوعين الناس يعني اللي كلموني وجابوها وكده خدت منهم من اسبوع لاسبوعين لتلات اسابيع على المهم الحاجة ما تتجمع وتتركب والمنتج يوصل له اوكي ماشي اسيب لكم برضو كتاب الديتوكس في الوصف تحت الكتاب ده طبعا يعني انت محتاج الكتاب او انت محتاج الكتاب لو لو هتمشوا يوم بيوم يعني كتاب اسمه تلاتين يوم تنظيف للجسم طب يديك كل يوم ايه عدد الصيام عدد ساعة الصيام اللي تعملها اه ايه الاكل اللي تاكله بالترتيب وا اه ايه الفيتامينز تتاخد على مدار قد ايه لو انت مش عايز تجيب الكتاب او انت مش عايز تجيب الكتاب يفضل الصيام تمام على قد ما تقدر او على قد ما تضرف اليوم يفضل اكل الفواكه والخضروات ونبعد بقى عن اللحوم والاكل المصنع والحاجات اللي بتضمر دي اوكي تاني حاجة شرب مية و تكون مية نظيفة او شرب اعشاب نظيفة مش عايز تطول اكتر من كده بس هاا هابف لي يعني اني الفيديو ده يقدر يساعد اه ناس عندها مشكله زي كده وتقدر توصل المترجم للقناة